مزيد من الاموال الى اثينا هكذا كان قرار صندوق النقد الدولي مع نهاية الربع الاول من العام المالي حيث اعرب الصندوق عن توقعه خروج الاقتصاد اليوناني من مرحلة الانكماش خلال العام المقبل مستدلا على ذلك بمراجعات اجراها على حجم التراجع الكلي في الاقتصاد اليوناني مقارنة بالربع السابق والذي انتهى اخر ديسمبر الماضي واوضحت الدراسة التي نشرها الصندوق ان معدل نمو اجمالي الناتج القومي اليوناني سيتراوح حول نسبة الصفر في المئة بنهاية العام الجاد واعتبر صندوق النقد الدولي ان اجمالية العجز في الموازنة العامة لليونان سيتراجع بنسبة اقل مما حدث خلال العام الماضي وهو ما شجع على امداد اثينا بمزيد من القروض تتعدى 35 مليار دولار على مدار الاعوام الاربعة المقبلة اليوم اقر مجلس امناء الصندوق لاستمرار في دعم الاقتصاد اليوناني عبر برنامج قروض يبلغ 35 مليار ونصف مليار دولار على مدار اربع سنوات ورغم التوقعات الايجابية التي اعلن عنها الصندوق الا انه اكد ايضا اهمية استمرار الحكومة اليونانية في فرض برنامج التقشف الاضافي الذي اتفقت عليه مع الاطراف المقرضة في وقت سابق والذي يشمل تقليص ميزانيات الرعاية الصحية ومرتبات التقاعد وصناديق النقابات وهي الاجراءات التي تشهد احتجاجات مستمرة من جانب العاملين في القطاع العام في اليونان اشتركوا في القناة